اشتركوا في القناة ورأس الاجتماع من جانب مجلس النواب مع السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب ومن جانب مجلس الشورى مع السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ومن جانب الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب كما حضر الاجتماع سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات الوزير المسؤول أمام السلطة الشرعية بمجلسيها عن شركة ممتلكات القابضة وسعادة السيد باسم محمد الساعي رئيس مجلس إدارة شركة البحرين لمطاحن الدقيق وعدد من أعضاء الشركة وفي بداية الاجتماع أشار مع علي سيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب إلى أن دعم تحقيق الأمن الغذائي يحظى بأولوية كبرى في العمل الوطني والبرلماني وأن تأمين الاكتفاء الغذائي يستوجب أقصى درجات التعاون والتنسيق من أجل أمن غذائي مناسب ومخزون استراتيجي ملائم يواكب الاحتياجات وتجاوز التحديات ويحقق التطلعات والأهداف المنشودة في ظل المسيرة التنموية الشاملة وأشار مع علي إلى أن مجلس النواب يتابع بهتمام من بالق قرار شركة البحرين لمطاحن الدقيق برفع أسعار الطحين ومنتجاته وتأثيرات القرار على المواطن والأسرة البحرينية وتداعيته على مربي تجار المواشي وانعكاساته على السلع الغذائية الأخرى وبناء عليه فإن الاقتراح النيابي يدعو إلى تأجيل القرار لمدة ثلاثة أشهر لإجراء المزيد من الدراسة والبحث عن الحلول والبدائل المناسبة دون المساس بمكتسبات المواطنين أو الإضرار بمصالحهم من جانبه أكد مع علي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2020-2030 تشكل خارطة وطنية شاملة تعزز الاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية والزراعية وتفتح المجال أمام الابتكار والابداع في تطبيق أحدث الممارسات الزراعية ونوها مع علي رئيس مجلس الشورى إلى أن توجه شركة البحرين لمطاحن الدقيق لتعديل أسعار منتجاتها يجب أن يرعى فيها عدم تأثر المواطنين بأية زيادة مقررة على الأسعار بما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين بمملكة البحرين وثمن مع علي رئيس مجلس الشورى حرص الحكومة الموقرة ومجلس إدارة شركة البحرين لمطاحن الدقيق على إطلاع السلطة التشريعية على مشاريع الشركة وخططها في التوسع ومواكبة متطلبات السوق المحلية والجهود التي بذلتها الشركة منذ تأسيسها قبل أكثر من خمسة عقود من جهته أكد الوفد الحكومي أن مملكة البحرين حريصة على مواصلة تبني الخطط والبرامج الكفيلة بتعزيز الأمن الغذائي ورفع مستوياته إلى جانب تقديم جميع سبل الدعم للقطاع الخاص لمساهمة في استدامة مشاريع الأمن الغذائي والاستثمار فيه وذلك بما يصب نحو تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة وبما يتسق مع أهداف رؤية البحرين اقتصادية 2030 وقال الوفد إن ملف الأمن الغذائي يشكل أولوية عمل لحكومة مملكة البحرين باعتباره رافدا مهما للاقتصاد الوطني وتأتي التوجيهات السامعة لوضع مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء والمساعي الحكومية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لتجسد الحرص والاهتمام الذي تليه المملكة لهذا الملف عبر إنشاء بنية تحتية قوية للأمن الغذائي ونوه الوفد الحكومي بأن مصلحة المواطن أولوية قصوى وهو ركيزة العمل الأساسية ومنطلقها مشيرا في هذا السياق إلى أن المواطن لن يتأثر من أي تغييرات في الأسعار فيما يتعلق بسعر الخبز أو الرغيف اليومي حيث أن أسعار المنتجات المدعومة الخاضعة للرقابة ستبقى ثابتة وكما كانت عليه ومنها منتجات الدقيقة الرئيسية المستخدمة لخبز المخابز التقليدية والمنتجات المدعومة الأخرى وأشار إلى أن تعديلات الأسعار التي تمت هي لمنتجات الدقيقة المدعومة غير الخاضعة للرقابة وتعتبر ضرورية نتيجة لعدة عوامل من أهمها ارتفاع أسعار القمح العالمي ورغم ذلك فإنها لا تزال مدعومة بشكل كبير ومن بين الأسعار الأكثر دعما في العالم ومنها الأسعار المتعلقة بعلف المواشي وواحدة من أدنى الأسعار في المنطقة وقال الوفد الحكومي نشركة البحرين لمطاحن الدقيق ملتزمة التزاما تاما تجاه الحفاظ على استدامة الأعمال ويعد تعديل الأسعار خطوة ضرورية لضمان استدامة الشركة على المدى الطويل وقدرتها على الاستمرار في توفير احتياجات المملكة من الدقيق بما يتماشى مع التطلعات والأهداف المرجوة كما لفت الوفد إلى أن الحكومة ستحرص على دراسة الاقتراح النيابي بتأجيل تنفيذ القرار لمدة ثلاثة شهور في إطار التعاون الدائم القائم بين السلطتين وبما ينعكس على صالح الوطن والمواطن كما بيّن الوفد حرص الحكومة على ضمان استقرار الأسعار السلع وتوفرها محليا وأن الجهات الحكومية المعنية تعمل بتكاتف للاستمرار في مراقبة الأسعار عبر تكثيف الحملات الرقابية بما يحقق صالح المستهلك لافتا إلى أهمية مواصلة تعزيز أطر التعاون المشترك مع السلطة التشريعية للمضي قدما في مواصلة البناء ورفض مسارات التنمية والعمل الوطني بما يسهم في المزيد من التقدم والازدهار للوطن والمواطن ترجمة نانسي قنقر